أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع ممعرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لنؤمن بالله ما جاءنا من الحق ونطبع وإن يدخلنا ربنا مع القام الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت نمهر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الزحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحريد رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ججس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم نفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يشدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فعلموا أن ما على رسوله البلاغ المبين ليس على الذين أمروا عمل الصالحات جناحهم فيما طاعموا إذا متقوا أمروا عمل الصالحات ثم متقوا أمروا ثم متقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلوا يا أيها الذين آمنوا لا يبلوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله ويديكم ولماحكم ولماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أنتم حروم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكمه لو عدل منكم هديا ما لغلك عبد وكفارتهم طعام أو كفارة طعاب مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة للبيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون ما تكتمون قل لا يستغي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبتلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين هنزل القرآن وتبتلكم عفو الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبعوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة لا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى منذر الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين أمروا عليكم أنفسكم لا يطرقوا من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادت بينك إذا حضر حدكم الموت حين الوصيد الثلاثة وعدل من فواخران من غيركم أنتم ضربتم في اللغة فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن اللاثمين فإن عثر على أنهم استحقا فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعطدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علمنا إنك أن تعلم الغيوب إذا قال الله يا عيسى بن مريم ذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة الطارات والإنجيل وإذ تخرج من الطين كحياد الطير بإذنه فتنفغ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ لك ما هو المرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني سرائل عنك إذ جئتهم بالبيناد فقال الذين كفروا منه من هذا إلا صحرهم مبين وإذ أوحيت إلى الحباديين أم آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحباديون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينسل علينا أن ينسل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم من قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه وعذابا لا أعذبه وحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أم تقول لي للناس التخذون يومناه لا خير من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمنتني بها نعمد الله ربي ربكم وقمت عليهم شهيدا ما دبت فيهم فلما توفيت ليكم فلما ترقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغذر لهم فإنك آمد العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات ومدري من تحت الهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وجلهم مسمى عنده ثم أنتم تمدرون وهو الله في السماوات في الذي يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آياتهم من آيات رب الله كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا من قبلهم من قرنهم مكناهم في الوزف على من مكلكم أرسلنا السماع عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تدري من تحتهم هلكناهم بذنوفهم وأنشأنا من بعد مقرنا الناخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقد يلمد ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبستا عليهم ما يلبسون ولقد استفزئ برسل من قبل كبحاغ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنك بالأعياب القيامة العريبة فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ لي أنفضل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أميت أن نكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني يخاف عصيد ربي عذاب يوم عظيم من يسر عنه يعملين فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر سهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لنمذركم به من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا وإن اشركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم كنتا أن يفقه وفي آذانهم مقرى وإن يرى كلها من وبها حتى إذا جاءوك يجادرون لك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدانهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهر عنه إنهم لكاذبون وقالوا إنه إلا حياتنا الدنيا ما نحن بمبغوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة فغتت أن قولوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهن ولدار الآخر جفيد للذين اتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنكم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذبوا حتى تغنصنا على مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المقسلين وإن كان كبر عليه عراضهم فإن استطعتهم تبتغي نفقهم في الأرض أو سلمان في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين اسمعون والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه عيتهم من ربه قل إن الله قادر على أن نزل عيتهم ولكن أكثركم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى عب محشر والذين كذبوا بآياتنا سموا بقما في الظلمات من يشاء الله يضبله ومن يشاء يجعله على سراطي بالمستقيم قل أرأيتكم من نتاكم عذاب الله أودتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالمأساء الضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاهم مأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مغدتا فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم نهض الله سامعكما بصاركما ختم على قلوبكم من الله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم منتاكم عذب الله بغتة وجهرة أهله لكل القوم الظالمون وما نرسل المرسلين لا مبشرين منذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمصهم العذب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزايا الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستغل الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا وهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين أمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من أعمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات لدستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت والمعبد المجلس دعون من دون الله قل لا أتبع وهواكم قد ظلت ذا وأنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما لاستعجلون به إن الحكم إلا لله يقرس الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما لاستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبتهم في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يبس الله في كتابهم مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل يعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه لإقضاء جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم ما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يسلطون ثم اردوا إلى الله مأولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تطرع وخفية لإن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل قربين ثم أنتم دشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحتها رجلك ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين خوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمس أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القام الظالمين وما على الذين اتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعل ما اتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم لحياة الدنيا وذكر به أن تبسر نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسروا بما كسبوا لهم شرابهم من حميمهم وعذاب نليمهم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا ونرد على عقابنا بعد ذلك عن الله الذي استهفض الشياطين في الأرض حيران لهو أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا ليسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة اتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي يغلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آسر تتخذ الصلاة من آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم على قوت السماوات والأرض ليكون من المواطنين فلما جن عليه الله رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فرق قال لا أحب الافلين فلما رأى القبر بازغة قال هذا ربي فلما فرق قال لئن لم يهلني ربي لا أكون أنه من القاب الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فرق قال يا قوم إني بريء مما تشكون إني وجهت وديهي للذي فطر الثماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قالا تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف خافوا ما شكت ولا تخافون أنك ما شكتهم من الله ما لم ننسل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة ناطيناها إبراهيم على قومهنا فعدرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا نوحا هدينا من قبل من در يده دافود وسليمان وأيويسف موسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونسلوطا وكل منفضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخانهم وجدبيناهم وهديناهم إلى صراطهم مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أطيناهم الكتاب الحق مع النبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين أحد الله فبهداهم وقتده قل هل قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكران العالمين وما قدر الله حق قدره إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا هدى للناس تجعلون فقراطي ستبدون هدفون كثيرا وأولمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله ثم دغهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله فبارك ومصدق الذي بينجيه ولتمذرهم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهم على صلاتهم وحافظون ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو قال أوحي إلي لم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذن ظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هوني لما كنتم نقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناك فول مرة وتركتم أخوى الأقبرى ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تغطع بينكم ضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والغبر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البدر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقروا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزر من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدران نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومدانية وجنة من عنابي والزيد ونظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن خلقه مخرقوا له بنين براتهم بغد علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه وما نعم يفعليها وما نعليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درست لنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما يشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم باكل ولا تسدوا لن أدعون من دون الله فيسد الله عدوان مغدع كذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعروا قمنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفدتهما بصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة